مر عام من النزاع بلغة الحرب في الشرق الأوسط لكنه ترك افتراضيات خاطئة من الجانبين أدت إلى تفقب النزاع حيث وصف خبراء باستمرار إطلاق النار في غزة وعلى أيدي أدرع إيران بالإضافة إلى خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمان نتنياهو العسكرية دون تقديم تنازلات ملموسة عوامل مسببة في انهيار مفاوضات التهديئة وتحديد الخطة الأمريكية للسلام التي اقترح الرئيس بايدن وصفقات من قبيل اعتراف دول ماسي وتطبيع مع إسرائيل من دول عربية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية الصراع عمق لغة التهديد للأمن الأقليمي والعالمي والذي دخل إلى مرحلة حرب في جنوب لبنان بالإضافة إلى مواجهات صاروخية بين أذرع إيران وإسرائيل انتهت بضربتين إيرانيتين مباشرتين على إسرائيل قبل أن تقصف إسرائيل مقار للحزب الثوري في سوريا وتقتال قيادات بارزة على رأسها رأس الهرم في حزب الله حسن نصر الله ومع تساع رقعة الحرب لتطال لبنان بجنوبها وضاحية بيروتها والتي خلفت أكثر من ألف ومائتي قتيل ونحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مصاب بينهم نساء وأطفال وأكثر من مليون ومائتي ألف نازح وفق بيانات رسمية بات لبنان في فوهة النار وهو الذي يعاني من الأصل عدم استقرار سياسي واقتصادي لتمتد رقعة تهديد الاستقرار من لبنان في ظل غياب حلول دبلوماسية في الأفق القريب والتي استبدلت بمظاهر النزاع المسلح الذي يؤجج مخاوف نشوب حرب شاملة إذا لم يتوقف إطلاق النار في غزة ولبنان تلك النار التي بدأت تهدد استقرار دول المنطقة بما فيها العراق ولبنان وسوريا واليمن التي زجت بها فصائل مسلحة مهددة سلامة شعوبها واستقرارها كما باقي المنطقة التي تغلي على شفير الهاوية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة